المسائية أهلا بكم وهذه أبرز العناوين بعد أن أخلف موعده قصرا لسنتين بسبب الجائحة يعود هذا العام المهرجان الدولي للفيلم المراكوش في دورة التاسع عشر مباشرة من المراكوش ينضم إلينا بعد قليل مفاد القناة محمد إسرى خارطة طريق جديدة باثنى عشر التزاما من أجل تجويد المدرسة العمومية خمسة من بين الالتزامات تخص تلاميذ نتعرف عليها في المسائية والتفوق كان حليفة ابتدائية المخصار جزولت بالرباط نالت لقب المدرسة المتميزة ضمن مبادرة تحدي القراءة العربي بدبي ضيفنا من الرباط الأستاذ حسن طرقاوي مدير المؤسسة وقطع صناعة تقليدية بفاس ينتعيش العام الماضي تجاوز حجم صادراته 100 مليون درهم أهلا بكم بعد أن أخلف موعده قصرا لسنتين بسبب الجائحة يعود هذا العام المهرجان الدولي للفيلم بمراكوش في دورة التاسع عشر موعد هام في عالم السينما انطلق هذا المساء بقصر المؤسمرات حفل افتساحها برنامج المهرجان سيعرف عرض 76 شريطا سينمائيا يمثل 33 دولة من بينها 14 فيلما طويل الأفلام ستقدم خلال مختلف أقصى من المهرجان الثمانية بما فيها المسابقات الرسمية والعروض الخاصة بساحة جمع الفناء والصور التي نتابع هي من وصول ضيوف ونجوم المهرجان الممتد إلى غاية التاسع عشر من هذا الشهر ومباشرة من مراكوش ينضم إلينا مبعوث القناة محمد إسراء أهلا بك محمد إذن أنت تحضر الدورة الحالية لمهرجان مراكوش السينمائي هي أول دورة للجائحة يعني كيف هي الأجواء هناك وما جديد دورة هذا العام مساء الثقافة والفن رحمة السجاد الأحمر يسترجع الليل أنفاسه بعد سنتين من الغياب في هذا المكان الذي أقف فيه مرة منه ألمع نجوم الفن السابع ممثلون منتجون مخرجون الكل كان حاضرا ومن بين هؤلاء النجوم هناك المخرج الإيطالي باولو سورينتينو وهو بالمناسبة رئيس لجنة تحكيم هذه الدورة إضافة أيضا إلى نجم بوليود الممثل الهندي رافينغ سينغ دون أن ننسى أيضا وسائل الإعلام التي حجت بكثافة الدولية وكذلك الوطنية وكذلك ساكنة مراكش من عشاق الفن السابع الذين جاءوا لالتقاط الصور مع النجوم لتوتيق اللحظة فالمهرجان يعيد جمهوره ببرمجة غانية ومتنوعة سنتعرف على بعض من تفاصيلها في هذه الورقة ليونس رافق الروح الحية أشكال سيرة ذاتية وعنوين أخرى للأفلام قدمت من مختلف أسقاع العالم لتحط رحالها بمدينة مراكش بحثا عن النجمة الذهبية بالمهرجان الدولي للفيلم بينهم الفيلم المغربي القفطان الأزرق للمخرج مريم التوزاني في المجموع هناك أربعة عشر فيلما ستتبارى في المصابقة الرسمية للضفر بالجوائز الخمس للمهرجان ولجنة تحكيم هذه المسخة ستتكون من تسعة أعضاء يترأسها المخرج الإيطالي الحائز على جائزة الأوسكار باولو سورينتينو وتضم في عضويتها المخرج المغربية ليلى المراكشي فالمهرجان سيعرض أفلام أخرى خارج المصابقة الرسمية ستتجاوز سبعين فيلما منها فقرة العروض الخاصة بانوراما السينما المغربية وعروض ساحة جامع الفناء المهرجان فرصة لتكريم أسماء وزنة من السينما العالمية كاتيلدا سوينتون جيمس كراي المخرجة وسيناريست فريدة بليزيد والممثل الهندي رامفير سينغ إذن إسراء المهرجان يعني من بين المواعيد السينماية الهامة إلى جانب العروض والمصابقات الأكيد هناك مواعيد ثقافية بالمواززة ما أبرز هذه المواعيد محمد طبعا رحمة غدا على الساعة الثالثة بعد الزوال ستحتضن قاعة الوزراء هنا بقصر المؤتمرات عرض فيلم أشكال للمخرج التونسي يوسف الشابي وهو فيلم مشارك في المسابقة الرسمية وفي نفس القاعة على الساعة السابعة والنصف سيتم تكريم المخرج الأمريكي جيمس كراي وهو رئيس لجنة تحكيم الدورة السابع عشر ونختم من ساحة جامع الفناء هناك سيتم عرض يوم غد على الساعة الثامنة والنصف فيلم إلى النجوم للمخرج جيمس كراي فرجة ممتعة لك محمد خلال تغطية فعالية هذا المهرجان شكرا لك كنت معنا مباشرة من مراكش في موضوع آخر بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس سيمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمة بالخارج ناصر بوريطا سيمثل المملكة المغربية في الدورة الخامسة لمنتدى باريز حول السلام وهو المؤتمر الذي تصدفه العاصمة الفرنسية يومي 11 و 12 نومبر بالأغلبية وخلال جلسة عمومية بمقر البرلمان بالرباطة صدق مجلس النواب على مشروع قانون المالية لسنة 2023 برمتها المشروع حظي بموافقة 175 نائبا بينما عارضه 66 التفاصيل في البرتاج لهشام السن مولو ديزين الدين والتحرير لبشرى رائف الأغلبية الحكومية تذفر بمصادقة مجلس النواب على مشروع قانون المالية للعام 2023 بعد أن صوت لصالحه 175 نائبا من أصل 225 ممن حضروا جلسة التصويت مشروع القانون سنة 2023 لكي يركز على أولويات ديال بلادنا وديال برنامج الحكومي لتعسيس الدولة الاجتماعية وكذلك تحفيز الاستثمار مع الأوراج الكبرى المشروع القانون المالية كينطلق من الأولويات اللي جات سواء في برنامج الحكومي اللي هي إصلاح قطاع التعليم الصحة لترفعات الميزانية المخصصة لهم هذه مناسبة طبعا لتأكيد على أهمية هذه المناسبة السنوية لترجمة المشروع الحكومي الطموح والجري واللي فيه شجاعة من جهتها انتقدت المعارضة مضامين مشروع قانون المالية وافتقاره للإجراءات العملية لسيما فيما يتعلق بمجال الضريبي وقطاع التشغيل هذه الميزانية التي لا ترقى لانتدارات المواطنين كين مشاكل كبيرة مثلا مشكلة تقام بالملزم وما بالإدارة الضرائب اليوم الإدارة الضرائب تطلب من المياه الحرة باش يعطيه واحد سبيق 22% أرجعه الـ 15% طوّتنا بالرفض على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023 لان الحكومة جبت في الأول ولا رفعات شعار الدولة الاجتماعية وهو الشيء اللي ما تحققش في هذا مشروع قانون المالية على سبيل المثال فقامت بتضريب الشركات الصغرى من 10% إلى 20% في حين أنه كان عليها تزيد الضرب على الشركات الكبرى اللي كتحقق أرباح هائلة مجلس النوبة إذن يصادق على مشروع قانون المالية رقم 52 برماته بعد إدخال كافة التعديلات في انتظار أن يتم عرضه للمناقشة بمجلس المستشارين قبل المصادقة النهائية عليه تعزيز اكتساب المعارف والكفايات الأساسية وتقريص التفتح وقيم المواطنة وتقريص الهدر المدرسي بنسبة 30% هي أهدف ثلاثة في مجال التعليم يرام تحقيقها في أفق العام 26 من أجل ذلك تراهن الوزارة الوصية على خارطة طريق جديدة أعلن عن خطوطها الكبرى أمس الخامس بالرباطة خارطة من أجل تجويد المدرسة العمومية وتعتمد على 12 التزاماً خمسة منها خاصة بالتلاميذ نتعرف عليها في ورقة لساعد أجانا خارطة طريق بـ 12 التزاماً من أجل مدرسة عمومية بجودة أفضل المخطط يضع التلميذة في المقدمة من خلال إضمان جودة تعليم أولي تقاس بكيفية ممنهجة بالإضافة إلى هدف استفادة أزيد من 90% من الأطفال من التعليم الأولي في أفق 2026 من السن الرابعة إلى السن السادس عشر كيفاش نجعلوا التلاميذ يكونوا موجودين داخل المدارس مهما كان الوسط الاجتماعي لهم أو المجالي التتبع هو المواكبة الفردية للتلاميذ لتجاوز صعوبات التعلم هدف هو الآخر ضمن أولويات المخطط من خلال إرساء نظام للإنذار للرصد المبكر للتلاميذ المحتمل انقطاعهم عن الدراسة والتدخل في الوقت المناسب كيفاش نمكننا نواكبوا تلاميذ لديهم صعوبات في المدرسة في الأقصام ديالهم واللي في الحقيقة إذا لم يكن لديهم دعم تربوي استدراكي خاص بهذا التلاميذ حقيقة اللحظة بأن إما تكرروا سنة إما بعد واحد المدة تغادروا المدرسة مخطط إصلاح التعليم العمومي ركز كذلك على أهمية توجيه التلاميذ نحو مصارات تعليمية تتلاءم مع مؤهلاتهم وكذلك توفير الدعم الاجتماعي من أجل تحقيق تكافؤ الفرص بين كافة المتعلمين ومن أكثر المشاكل التي تعرقل العملية التعليمية ببلادنا الهدر المدرسي فكثرون يتطرون إلى تركي فصول التحصيل والأسباب عديدة من أهمها البعد عن المدرسة تحديدا من أجل وقف هذا النزيف أنشئت بجماعة بن معاشو بإقليم برشيدة ثانوية إعدادية عمومية في مبادرة يقف وراءها مساهمون ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وستحها أعاد كل المنقطعين عن الدراسة بالمنطقة إلى أقسامهم روبرتاج حسن لحمدي وآمين حدو فصل جديد من فصول ورش التربية والتكوين في شقه المتعلق بإحداث البنية التحتية يدشن اليوم بالجماعة الترابية بالمعاشو الثانوي الإعدادية التحدي قربت المسافات وحولت حلم متابعة الدراسة إلى حقيقة مبادرة الشخصية تعزز الجهود الرامية إلى الرقي بالتعليم بالعالم القروي إلى جانب مساهمة برنامج المبادرة والجماعة الترابية بالمعاشو ووزارة التربية الوطنية إنشاء هذه المؤسسة جاء بالخصوص لمحاربة الهدر المدرسي لأن الأطفال كانوا يمشيوا في الطريق كثير من 20 كم باش يلقوا مؤسسة في يكملوا تعليم ديالهم وبغينا نحن نقرب المدرسة المؤسسة الدراري باش ميكون شهاد المدرسي باش يكملوا المسار الدراسي ديالهم تتوفر الثانوي الإعدادية التحدي على مكتبة تضم مختلف الخدمات البيضاغوجية التي يحتاجها التلاميذ خلال مصارهم الدراسي هذه إعدادية اللي الآن فيها أكثر من 200 تلميذ وتلميذة اللي كانوا من قبل تخصهم ينتقلوا 21 كم واللي اليوم هي موجودة قرب من دواوير ديالهم طبيعة الحال هدف نفس الوقت هدف نقص ورفع من عدد تلاميذ لهم لتحقوا بالمؤسسة وثانيا سيساعد أيضا باش نرفعوا من الجودة لتدريس داخل المؤسسس التحدي والشعار يرفع كل المتدخلين في الشأن التربوي ببلادنا خاصة أننا نعيش اليوم على إيقاع الورش الكبير لإصلاح منظومة التربية والتكوين ومن بين 92 مؤسسة تعليمية تنتمي إلى الوطن العربي المختار جزولي تبربط تتفوق وتحوز لقب المدرسة المتميزة وذلك ضمن الدورة السادسة لمبادرة تحدي القراءة العربي التي أقيمت مؤخرا بدبي تتويج المختار جزوليت جاء بعد أن نالت أغلبية الأصوات خلال التصويت النهائي للجمهور ولجنة التحكيم وهي المرحلة النهائية التي تبارت فيها المدرسة المغربية على المرتبة الأولى أمام مؤسستي التربية الأهلية من العربية السعودية والعهد الزاهر الثانوية من مملكة البحرين برنامج تحدي القراءة العربية الذي أطلقه الشيخ محمد من راشد المكسوم نائب الرئيس الإماراتي رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يهدف إلى تمكين الأجيال الصاعدة من المعرفة وترسيخ ثقافة القراءة كممارسة يومية ومباشرة من الرباط ينضم إلينا مدير ابتدائية المختار جزوليت الأستاذ حسن درقاوي مرحبا بك أستاذ إذن في البداية نهنئكم جميعا تلامذة وأطل تربوية على هذا التتويج المستحق كيف تلقيتم هذا النجاح الذي يعيد جزءا من بريق المدرسة العمومية هذا النجاح جاء بعد عمل جاد ومضني من طرف جميع الأطل العاملة بالمؤسسة وانخراط جميع التلاميذ في هذه المسابقة بنسبة 100% بالسنة الماضية حصلنا على مرتبة مشرفة المرتبة الأولى بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط سالة القرنية وهذه السنة تم التوفيق وأصبحت مدرسة مختار جازويت مدرسة متميزة على الصعيد الوطن العربي جاء هذا التويج نتيجة انخراط جميع الأساتداء والتلاميذ في المسابقة المسابقة أولا قبل انخراط في المسابقة تم تشكيل نادي للقراءة بالمؤسسة يضم بالإضافة إلى مدير المؤسسة الأطل الطربوية ومجموعة من التلاميذ ثم انخراط في مسابقة تحدي القراءة نعم هذا النجاح نجاح من هذا القبيل يعني يبقى رهينا بمجهودات كبيرة وعمل جاد لكل مكونات المدرسة يعني تبذل من أجل تحقيق التفوق ما الذي اشتغلتم عليه ومكنكم من تحقيق هذا الفوز من بين عدة مدارس مشاركة في المسابقة نعم أولا قمنا بتشكيل كما قلت فريق القيادة في مشروع تحدي القراءة الذي يضم الأطل الطربوية والإدارية بالمؤسسة وبعض التلاميذ كذلك قمنا بإنشاء وإغناء مكتبة مدرسية وإنشاء مكاتب صفية داخل الأقسام كل أستاذ لديه مكتبة داخل الأقسام وحتى التلاميذ على استمرار في القراءة واستثمار ما يقرؤونه من أجل تكوين جيل قادر على النقد وقادر على الإبداع نعم إذن الفوز يعني هو نجاح معنوي تفضل سيدي تفضل نعم هذا نجاح معنوي أكثر ما هو مادي وهذا تشريف للمملكة المغربية بصفة عامة وللمدرسة المغربية بصفة خاصة هذا التتويج ليس تتويج مدرسة المختار جزوليت لوحدها وإنما هو تتويج للشعب المغربي كافة نعم ونحن بدورنا نهدي هذا التتويج تفضل نعم نعم ونحن بدورنا نهدي هذا التتويج لجلالة الملك محمد السادس نصاره الله وإيده إذن السيد درقوي يعني هذا الفوز ونجاح معنوي هام كما ذكرتم واعتراف مجهودات المدرسة لترسخ ثقافة القراءة بين تلامذتها لكن أيضا هو فوز مادي يعني المدرسة ستحصل على غلاف مادي مهم كيف ستستثمرون ذلك في ترسخ ثقافة القراءة والتحصيل عند تلامذة المخصار جزوليت هذا المكافأة المادية ستستغل في تحسين ثقافة القراءة مثلا كإنشاء مكتبة بمعنى الكالبة لأن الآن لدينا مكتبة فعلا مكتبة مهمة شيئا ما ولكن يجب أن ننشئ مكتبة أكبر من ذلك أكبر من ذلك ومن أجل تطوير تقافة القراءة وتحسين جودة التعلمات بالمؤسسة هناك سيكون ربما هناك لجنة مختلطة بين وزارة الطربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط والمدرير الإقليمية بإشراك المؤسسة من أجل التفكيل في مشروع مهم الذي سيؤدي إلى تحسين جودة التعلمات داخل المؤسسة وكل ذلك لصالحي التلاميذ الأستاذ حسن درقاوي مدير ابتدائية المخصار جازوليت أن لكم مرة أخرى بهذا الفوز شكرا لك يفخر به أبناء المدرسة مدرسة المخصار جازوليت عبر الأجيال شكرا لك كنت معنا مباشرة من مكتبنا بالرباط شكرا لك أستاذ ولما لننقطع عن الدراسة وأسباب ذلك عديدة تمنح له فرصة ثانية عن طريق التكوين في مهن الرقمنة والسمعي البصري وهي المبادرة التي يقف وراءها فاعلون مغاربة وبلجيكيون وتساهم فيها القناة الثانية عبرها توفير الإمكانيات التقنية واللوجيستيكية وكذا الكفاءات البشرية من أجل تأطير المستفيدين اليوم كانت الانطلاق الرسمي للمشروع كما سنتابع في الروبرتاج التالي من الضر البيضاء لعبد التحموم بفخر وتأثر كبيرين يتابع إبراهيم حلم ويتحقق عند توقيع كل متدخل لاتفاقية منح فرصة ثانية للشباب الذين لم يستطعوا إكمال دراستهم إبراهيم شاب عاش نفس الوضع في بلجيك إن قطعنا الدراسة حاول مرة أخرى واليوم يملك شركات الاتصالات عاوننا قليلا ألفين شباب في بلجيكا وحلنا في هولندا في أمستردام متريكت روتردام إيطاليا عاود في بادوفا ودابا نريد أن نرجع إلى بلدنا ونتعاون شوية شباب هنا في بلدنا وكي نعطي لهم التكنوليات والتكنولوجي وإن شاء الله سننجد الخدمة مزيانة لأنني أعلم بكو الإنراجي والأنتوزياز اليوم كانت نطلق الرسمية ديال لينسجيك جمعية اللي كتجمع واحد العدد من البرتونير الهدف ديالها هي الفورماتيون ديال الشباب المغربي الإدماج ديال الشباب المغربي حول كل ما هو كيتعلق بالوسائل الإعلامية وكذلك الكودينج واليوم كان الأكاتون مئة شاب وشابة نخرطوا باش يقدموا واحد الفكرة وغيبقوا واحد تلتيام معنا جمعوا السبت والحد كان ناس إكسباق اللي غيساعدهم باش يطوروا ديال الفكرة ديالهم فسحة أمان بكفاءة مغربية بلجيكية القناة الثانية كشركة مواطنة خلطت في المشروع الذي يروم تكوين مئتي شاب وشاب في مهن الرقم والسماع البصري لمدة ستة أشهر كحظ جديد إدماجي الاقتصادي والاجتماعي واحد عدد الشباب لدينا عنده طاقات ولكن خصوح الدعم نهاجة الفكرة ديال الحاضين خصوح تكوين مكتف وخصوح التواجد ديال الحكومة بجانبه طبيعة الحال ودير الشركاء اقتصادين هذا مثال يحتد به ونحن ندعمه نتمنى الله نقدر نوسعه في مدن أخرى وفي مناطق أخرى تزاز الفردي وسيندمجون بشكل جيد في المجتمع المغربي لدينا نفس التجربة في بلجيكا ولهذا الغرض أنشأنا في بعض المناطق نفس مثل هذه المبادرة والنتائج كانت مبهرة كيف ينظر الشباب للدار البيضاء التي نعيش وأي تصور لهم لتلفزة الغد مصابقتا تم إطلاقه مع الهامش الافتتاح والمشاريع المنطقات ستوفر جمعية لينسجيغ المواكبة التقنية واللوجستيكية لإخراجها لحييز الوجود المسائية متواصلة وفيها أيضا ببوزنقة انطلاق المؤتمر الوطني الحادي عشر لحزب التقدم والاشتراكية والمهرجان الثقافي سيد المختار واحد من الملتقيات الثقافية الأكثر شعبية في المملكة كما ورد في العنوين انطلقت مساء اليوم ببوزنقة أشغال المؤتمر الوطني الحادي عشر لحزب التقدم والاشتراكية بمشاركة أكثر من ألف مؤتمرين من مختلف جهات المملكة مناظروا الحزب يراهنون على قياداته الجديدة لوضع خارطة طريق تساهم في ثقوية أداء الحزب على المستوى الوطني التفاصيل مع محمد بو بكر ويوسف لطفي التقدم والاشتراكية يعقد مؤتمره الحادي عشر بحضور قيادات تمثل عدد من الأحزب الوطنية والنقبات إلى جانب مشاركة عدد من قادة الأحزب السياسية الأجنبية والمنظمة الدولية الزياد من ألف مؤتمرين يمثلون مختلف الجهات نعتقد أننا نوقع المعارضة بأن البلاد في أمس الحاجة إلى هذا البديل الديمقراطي التقدمي وفي أمس الحاجة إلى حجد الطاقات لمواجهة التحديات لانطروحها لهم في الساحة سواء المرتبطة بقضينا الوطنية الأساسية أو الديمقراطية أو الاجتماعية والحزب يغتنم هذه الفرصة لمراجعة الدات كذلك من أجل تقوية أدائه قيادة حزب الكتابة تؤكد أن المؤتمر الحادي عشر محطة لبعث روحين جديدة في عمل الحزب ورسمها فاق وعيدة تعيد للإنخيرة والممارسة الحزبية جاذبيتها المؤتمر الوطني مناسبة محطة لبلورة التوجهات الأهم التوجهات الكبرى التي يتبنىها الحزب في مسيرة النضالية عقد مؤتمر الوطني الحادي عشر لحزب تقدمه الاشتراكية في سياق وطني ودولي صعب محمل بالعديد من التحديات طبعا المؤتمر سيتدرس وسيصادق على العرض السياسي الذي يقدمه الحزب على مدى ثلاثة أيام يدخل حزب التقدم والاشتراكية مؤتمره الحادي عشر باحثا عن قيادة تحمل المشعلة أمام متغيرة جديدة وفي سياق وطني ودولي يحمل بين طياته حالة من المخض الاجتماعي والسياسي في الخبر الصحي الكشف المبكر عن سرطاني الثالي وعنق الرحمة أساسيون في معركة محاربة هذين السرطانين الأكثر انتشارا بين النساء المغرب والمسؤولان عن عدد هام من الوفيات ما يجعل من انتشارهما مشكلة تهم الصحة العمومية من أجل التوعية بخطورة المرض وبحيوية الكشف المبكر نظم المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجده يوما تحسيسيا لفائدة النساء كما سنتابع في الروبرتاج عبد الحامل المرابطة ويونسا الناصري الكشف المبكر حماية للصحة قاعدة آمنت بها سعاد فلم تتردد في اغتنام فرصة هذه الحملة التحسيسية للتعرف على طريقة الفحص الذاتي لصرطان الثدي الأكثر انتشارا عند النساء بنسبة تفوق ثمانية وثلاثين في المئة فرون الطرق كيفاش نقدرون نفحصوا تسديد يدنا بحديتنا ولحسينا بشي حاجة يعني ماشي هي هاديك نقدرون مشيوا الأقرب أقرب مستوصف أو المؤمن الأقرب بستشفاء باش نعرفوا الحالة إن شاء الله في نواصلة أول سرطانات ديال النساء دونك كي صاب النساء أباعترد دونك لاجه دونك دونك كنبديو في التشخيص المبكر باش كنعلموا النساء أنهم ديجهم يقلبوا رأسهم ولترسيخ ثقافة الوقاية والكشف المبكر في صفوف النساء احتضن المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجده يوما تحسيسيا حول سرطان الثدي وعنق الرحم باعتبارهما مشكلة حقيقية للصحة العمومية ويتسببان في عدد كبير من الوفيات هذا سرطان هذا اللي ممكن نتفادوه بطرق بسيطة واللي خصنا نعرف بأن هذا سرطان الأصل دياله هو وحد الفيروس اللي كيبقى وحد سنوات طويلة باش يولي سرطان يعني فهدوك سنوات طويلة نقدروا نكتشفوه بكري المرأة ستقلب التادي ديالها على الأقل مرة في شهر تقلب التادي ديالها كان واحد طارقة هي اللي كان نفسروا النساء كيفاش يقلبوا على الأقل تقلبوا خصوصا المرأة اللي ما كتوصلش للطبيب حد من انتشار هذين السرطانين وحماية حياة العديد من النساء رهين إذن بتعزيز ثقافة الوقاية وكسر حاجز الخوف والتردد في موضوع آخر قطاع الصناعة التقليلية بمدينة فاس يعرف انتعاشة اقتصادية متميزة أهم مؤشراتها مرتبطة بالتصدير إذ فقى حجم الصادرات السنة الماضية 100 مليون درهم ما يزيد ب73% عن الرقم المسجل سنة 2020 منحنى تصعدي حافظ عليه المجال أيضا خلال النصف الأول من العام الحالي روبرتاج أسما أفقير ودريس الكوهن حجم صادرات منتوجات الصناعة التقليدية بيفاس عرف تقدم طيلة الثلاث سنوات الأخيرة خلال النصف الأول من السنة الجارية ارتفعت نسبة الصادرات بـ 9% مقارنة مع مثيلتها من السنة السابقة أكتري هذا القطع الكبير لا يمكن سهي الدعم لذلك يفضل نسفتوها له ويلي يمكن نقول لكم لدينا واحد الأسواق التي نصدرهم في الدرجة الأولى أمريكا الشمالية بعد منها أمريكا الليتينية وبالترتيب أمريكا كولومبيا وبعد منها المكسيك قطاع الصناعة التقليدية بالمدينة العتيقة لفاس مرتبط أساسا بقطاع السياحة ارتفاع عدد السياح الذين زاروا المدينة خلال الأشهر الماضية كان له تأثير مباشر على نسبة المبيعات والتصدير المنتج التي لدينا نصدره على براء ونخدمه هنا في المغرب وجل دينا معروف عالمي لدينا جودة مزيانة وكل شيء نخدمه طبيعي وعندنا حمد لله في وقتها لدينا كانوا من سياحة الحمد لله كانوا من اقبل على منتجات تقليدية أزيد من 68% من صادرات فاس خلال الثلاث سنوات الأخيرة همت الزليج التقليد الفاسي وكانت موجهة أساسا إلى الأسواق الأمريكية للتذكير فاس تشغل أزيد من 76 ألف صانع والختام من مراكش المهرجان الثقافي السيد المختار واحد من الملتقيات الثقافية الأكثر الشعبية في المملكة هو الآن في دورته الخامسة والخمسين المستمرة على مدى أربعة أيام وعين المنظمين على صون التراث الشعبي المحلي من الاندثار من خلال هذا المهرجان روبرتاج لحسن هبان وعادي الوزكري الرقصة الهوارية الرقصة شعبية عريقة تربعت على عرش قلوب سكان منطقة هوارة في قلبي سهلسوس مذو قرون أصبحت عنواناً لثقافة محلية بل اندثار نحن الميزان هوارة ووجهينا في الدم نحن محتفظين عليه وقد ندخلوا لي شاباب وقد ندخلوا لي شاباب لكي نبقى محتفظ على الميزان هوارة يبقى كذلك لفرقية بوريدا وهجها الخاص لجمالها وانضباط حركاتها الأهم من كل هذه المهرجانات الحركية الاقتصادية وهذه الديناميات والثقافية التي تبثوها في هذه المنطقة كي بلكم الشباب الحمد لله رات تعطوا لهذا الفن وتعطوا لهذا المورث اللي خلوا لنا الجدود والحمد لله راحنا واخدين الميشال هذا الموسم هذا اللي كي تكون فيه سلطة الرحيم وكي يزورون عدة قبائل من الأقاليم السحروية والبرنامج ديره كعرف ندوات أيضاً سهارات فنية والحمد لله هذا الموسم الولي الصالح السيد مختار سباعة اللي في الدورة ديره وخمسة وخمسين يعني احتوى هناك يكون واحد الرواج يعني تجاري يكون ساهم في قتصة البلاد عندما تقرع الطبو ليخرجوا الراقس من صف المجموعة ليؤدي حركات كوريغرافية منتظمة تلعبها عادة النساء للتغزل في شجاعة المجموعة المقاومة خلال الأزمنة الماضية رقصة شعبية تعد تقليداً اجتماعياً تحاول مثل هذه المهرجانات المحافظة عليها ونقلها إلى الأجيال الناشئة في ختام المسائية نذكر بأبرز ما جاء فيها بعد أن أخلف موعده قصراً لسنتين بسبب الجائحة يعود هذا العام المهرجان الدولي للفيلم بمراكش في دورة التسع عشر ببرمجة غنية ستة وسبعون شريطاً سينمائياً سيتم عرضها من بينها أربعة عشر فيلماً طويلة لمزيد من الأخبار تفضلوا بزيارة موقع القناة شكراً لكم على حسن المتابعة دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة